مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بتحدي دبي لللياقة البدنية اسمي زينا واليوم لحنتمرن سوا تمارين بار لمدة 30 دقيقة ما تنسوا انه فيكم تعدلوا التمارين لحتى تنسبكم لهيدور التمارين لح نعوز كرسي ولح تعوزه مثل وزن صغير مثل مثلا على البيت معلبيت أو أنينة ماي صغيرة يلا نبلش لح اجي انا لهون عنا الكرسي هون لح نبلش اول شي بتحمية الكاحل طب هونا فلح نبلش بس نعلي وننقل وزن على صبيع الاجرين من الكاحل من كعب الاجر لصبيع الاجرين هلا بدنا نرفع الاجر اليمين ومن هون بدنا نبلش نعمل مثل دوران للكاحل لحتى نمرنه بكل المجالات اللي هو قادر يدور فيها نعمل بعد مرتين كتير منيح نرجع الكعب على الارض ونرفع الاجر الثانية وكمان لح نعمل اول شي دوران فيكم تختاروا اي ميلي بدكم تدوروا فيها ما بيهم لانه لح نرجع نعقص الحركة من جوه لبره عما نشتغل اذا عم تشتغلوا مثلي هلا لح نعقص الحركة خمسة اربعة ثلاثة اثنان واحد تصورتنا جايدين انه نقدر شوي شوي ننقل وزننا على صبيع الاجرين فاذا هون عم نعلي الكعب وعم ننقل الوزن نحنا كأنه عم نتخيل حالنا عم نمشي بس عم نمشي بقرضنا تمام بعد مرتين واخر مرة منعلي نحاول نلاقي التوازن طبعونا شوي شوي منزل الكعب هلا لح نعلي الكعب بدنا دايما لما نشغل الميل التاني من الجسم نشده المؤخرة شده المعدة هلا منفوت الرجلة لجوه منطلع على بره هيدا الشي لح يسمح لكون ويسمح للحوض طبعاكن انه يفتح شوي وانه يصير شوي قليان خلونا نعمل بعض مرتين وبعض مرة بنرجع بننزل لح ارجع ارفع الاجر التاني كمان لجوه ولبره كمان عم نلاين الحوض هون دايما الاجر يلي سيبتي على الارض بدنا نصبتها قد ما منقدر دايما نصبتين نحن العمودة في قرية قد ما منقدر طيب مننزل هلا الكعب لح نضم الكعبين سوا لح نشتغل انه نفتح اجرينا لحرف V بالاجنبه ونرجع نسكر كم نفتح ومنسكر ومنفتح ومنسكر لما عم نفتح عم تحسوا شوي يمكن انه عضالات المؤخرة عم تشتغل لما عم نسكر عضالات الفخذ الجوينيه عم نشتغل ننتبه كمان المعدة دايما مشدودة نحن عم نشتغل خلونا نعمل بعض مرتين واخر مرة منسكر تيري مني حلق حنشتغل على وضعيه الإيدين فإذا لح نمسك إيدينا ونجيبنا تخيل كأنه هون ماسكين بالون أوكي أو طابه نحن نفتح على جنب نرجع نسكر لجوه نفتح ومنسكر نفتح ومنسكر الكواع متنيين شوي أوكي والإيدين تقريبا دايما عم نتخيل انه عم نضم هالطابق قدام الجسم خلنا نعمل بعض مرتين وبعد مرة هلا مندلنا هون لحنعلي الإيدين لفوق منعلي ومننزل منعلي ومننزل منعلي كأنه لما تكونوا عم بتعلوا عم تعملوا مثل كادر أو فريم لوجكن طيب مرتين واخر مرة إن شاء الله يكونوا إيديكم شوي يحميوا هلا لحنمسك الإيدين على جنب ونعمل دوران للإيدين أو عم سيركولز وبعدين نعكس الحركة نعكسها 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 نخلنا بعد أربعة ثلاثة اثنان واحد نزل الإيدين طيب أول تمرين بدنا نعمله هو حيكونوا إجرينا هلا متوازيين مع الحوض بدنا نعمل أول شي منرفع الإجرتين منرفع الكعبين عن الأرض ونرجع شوي شوي مننزل منرفع ومننزل إذا بدي ورجيكم الحركة عن الجنب فيكم كمان تستعملوا الكرسي بهذه الطريقة بترجعوا تنزلوا تعلوا وبتنزلوا دايما جربوا علوا على مهلكون ونزلوا على مهلكون خلنا نعمل بعد ثلاثة اثنان وآخر مرة وحندلنا فوق حيدلهم الكعب عاليين هلا منتعجر ركب ونرجع ونجلس الإجران انتو عمتعجر ركب بس نتبهوا الركب ما يضموا لقدام ولا يفتحوا لبره يدلون الركب على زيت الخط طبع صبيع الإجران ونرجع ونعليه صبيع الإجران عم نحكي الأصبع الكبير أكتر شيء يعني نجرب نخلي قد ما منقدر إذا عندكم مريه بالبيت أو قدرين شوفوا حالكم يكون هالشيء كتير منيح خلنا نعود بعض مرتين بعض مرة نرجع منعني طيب كتير منيح هلا لحنجيب الوزن الصغير يعني أنا عندي هون عندي معلبات لحنستعمل بس علبة واحدة لحيدول الثمانية لحنجيب إجرانه على وضعية الفي شكل الفي هلا بنا نعلي نعلم منقل الوزن على صبيع الإجران لحنضم الكعاب سوا لحنشغل المعدة ونشغل القفة ولحنضلنا هون هلا من هون لحننعلي الإيد طيب بنا نفتح الإيد على جنب لحنعمل بننزل بنطوي الركب بنرجع ونطلع ونجلس وقتها نطلع ونجلس كل الجسم بصير ممشوق بنرجع وننزل بنرجع ونعلي بننزل الإيد بتطلع ونرجع ونعلي خلونا نعمل بعض أربع مرات وهي ثلاثة بعرف صعب شوي يمكن الواحد يركز بس خلوكن دائما مركزين أن الكعاب عم بيدقوا ببعض عم بيحبوا بعضهم هلا خلونا نعمل بعض مرة تمام لحننزل بنجيب الإيد على جنب ونجيبها قدام تقريبا قدام الصدر هلا من هون لحنعمل فلسز أو نبضات بننزل فيهم واحد ثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة ثمانة ثم تسعة عشرة منرجاع ونطلع منرجاع مننزل كثير منيح خلونا نفتح الإجر شوي أوسع الإجر بدوا تكون شوي قريبة من الكرسي بدنا نبلج بعفوان نبالج من هون نطلع الركب ونمد الإجر ثمان ثمان فينا نحط الوزن على الإجر إذا بدنا أو نقليه حد الخصر هون بدنا نعلي الإجر ونواطن تبهم مش عم علي الاجر كتير المهم انه تكون عضلات الافعة ما تشتغل هون هيدا الركبة متنية ومطعوجة يعني الركبة اللي هي قريبة عالكرسي مطعوجة منعلي ومنوطي منعلي ومنوطي خلوكم معي بعد عنا ثلاثة اثنان واخر مرة هلأ حنزيد اليد بنعلي اليد لفوق من هون بنجرب نضم اليد للاجر نرجع نعلي كل شي لفوق الاجر يلي هي حد الكرسي عم بتدله متنية ومطعوجة ننتبه انه ما جلسناها واذا بتقدروا تفكروا انه تاخدوا كتافكن على زيت الاتجاه يلي اخدين في اليد بنرجع بناخد اربعة ثلاثة اثنان اخر مرة بنرجع منعلي اليد حنجيب هلأ الوزن بنرجع نحط اليد على الخصر بنرفع الاجر هون بنرجع نعمل فلسل او بنعمل نبضات خلوكم معي اربعة ثلاثة اثنان واحد بنرجع بننزل الاجر كتير مليحة شدو او رخوا اجريكن هلأ حنحط الوزن على جنب بطل بدنايه لهيدي التمرين اللي جاي هلأ من هون لحنفتح الاجرين اوسع من الحوض ايدنا بتكون على الكرسي لحنعمل تلية او بدنا نطعج الركب بهيدي الطريقة هلأ وقتها ننزل وقتها نطلع دايما عم نشتغل الاجرين قد ما منقدر ننزل ومنطلع دايما منتبه انو الكتاب هيكونو فوق الحوض تمام هنعمل بعد اربعة ثلاثة اثنان واحد تمام من هون هندل هون هنعمل ثلاثة واحد اثنان ثلاثة اربع يعني نبضات بتكون حركات صغيرة بس شوي اسرع من الحركة الاساسية سبعة ثمانه ونرجع ونطلع تمام هلأ لحنبروم لنعمل لانج يعني لحنجي قدام الكرسي نحن يخد اجر لورا هلأ من هون لحنعمل لانج بننزل ونطعج الركبتين ونرجع ونجلس نحن عم ننزل ننتبه الكتب يدله فوق الحوض والركبة تكون تحت الحوض ننزل ونطلع ننزل ونطلع هنعمل بعد اربعة تذكروا انتو فيكن تسندوا على الكرسي بيعطيكن هالشي سند تشتغلوا اكتر كمان تحاولوا تركزوا كيف الجسم عم ينزل الركبة الادمانية بتحكم فوق الكحل الركبة الورانية بتنزل تحت الحوض دايما عم نشغل القفة واخر مرة هون ننزل ونرجع ونطلع اوكي هلأ هنعمل او بدنا نجمع الحركتين سواء لحنعمل من هون تليه نرجع ونبروم تبهو كيف عم ببروم القجر الخلفانية لعمل لانج نرجع ونطلع ونستح على جنوب نعمل تليه نطلع ونعمل لانج كمان تليه نطلع ونعمل لانج 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 يلا بعد مرتين هنخلص لانج واخر مرة لانج لانج تمام من هون لحننقل الكرسي على الميلة التانية طيب هنرجع نمسك الوزن طبعونا هلأ زيت الحركات اللي عملين هون على الميلة الأولى لحن نرجع نعيدهم على الميلة التانية فإذا هنبلش من وضعية نجد الفي بالإجرين منعليه ونجيب الكحلين أو الكعبين صف بعضون هلأ يدنا مفتوحة على جنب من هون لحنننزل نطعج الركب الإيد بتطلع ونرجع ونجلس كل الجسم نطلع ونجلس كل الجسم هنمشي شوي أسرع لانه صرنا منعرف يمكن شوي هيدول الحركات تمام ثلاثة ثنين وآخر مرة لحنننزل نزل الإيد على جنب ونعمل نطلع وننزل بطريقة بسيطة وعلى مهلنا تمام أوكي مننزل ونرجع ونطلع طيب حلق من هون لحننرجع نجيب الإجرين بهيد الطريقة نطلع الركب ونطلع ونمد الإجر على جنب من هون إيدنا حتكون على الخصر لحنمد صوب الكرسي منعلي ونوطي منعلي ومنوطي منعلي ومنوطي منعلي ومنوطي منعلي ومنوطي منتبه أن الركبة كمان عما تكون مستويها لمستوى قدام أو الحيط يلي قدامكم كمان لحننطلع أربعة ثلاثة ثنين واحد لحننزل الإيد هلا لحنعلي الإيد لفوق من هون أربعة ثلاثة ثنين واحد لحننرجع نحتل الإيد على الخصر ننعم بفولصت هننزل واحد اثنين تلاسة ثلاثة ثنين واخن تممد هؤلنا بنوع مجيل غمدي لحنظる يلي قدامك كمانيا aur Tek Creo تسعة عشرة من هون بدنا نرجع الاجرين سوا رخوا الاجرين شوي خدوا بريك هلأ لح نفتح الاجرين على جنب من هون ناخد ايدنا على جنب ما لح نستعمل عفوا ما لح نستعمل هلأ وزن ما عنا وزن بين ايدينا فإذا من هون ننزل نرجع نطلق ننزل ونرشع ونطلع ننزل ونطلع ننزل عنا بعد اربع ننزل ثلاثة ثنان واخر مرة خلونا تحت نعمل فالسز ومن galera وننزل واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة ستة سبع شو اخباركون لدينا بعد مرتين واخر مرة ونقطع طيب هلا حنشتغل لانج يعني حنبرم صوب الكرسي الكعب الوراني عالي عن الارض بنا ننزل من هون نرجع ونعلي وننزل ونعلي منتبه كثير منيح انه الركبة حتكون تحت الحوض وركبة الإدمانية حتكون حاكمة تقريبا فوق الكاحل دايما المعدة مشدودة دايما طيب كثير منيح هلا لحنشتغل كمبينيشن يعني ندمج التمرينين سوا لحنعمل ليه ونبرم نعمل لانج ليه ونبرم نعمل لانج ليه ولانج عنا وعد اربع اربع قربنا نخليص بعض عنا مرتين اخر مرة اربع تمام هيدا اخر مرة هنسكر جراينا سوا طيب هلا لحنعمل فينا ما نستعمل الكرسي لهيدا التمرين لحنكون بالوسط نفتح الاجرين على جنب من هون لحنعمل نرجع مد الايد على جنب كمان زيت الميلي على جنب اذا بحاجة انتو هون حتكون الكرسي فيكن تستعينو بالكرسي مننزل مننزل منطلع منطلع مننزل مننزل منطلع منطلع هيدا متل استراحة صغيرة لحتى نرتاح خلينا ناخد بعد مرتين هون قبل ما نعمل ميلة تانية اخر مرة تمام طيب هلا ميلة تانية كمان مننزل نعلي الايد منمد الجسم ومنطلع مننزل من Village من اللعنزل ومنطلع منمد ومن نزل منمد ومننزل منمد ومننزل هنعمل بعد اخر مرة ونرجع على القصة ثمان هلأ هنشتغل شوي على القصم الفقاني من الجسم فإذا لحن نستعمل نرجع الاوزين يلي جبناه هون او علب المعلبات فإذا من هون اللي هنعمله هنفتح جرينا على طريقة واسعة هنجيب اليدين بهيدا الشكل من هون لحنة نطعج الركب ونطلع باليدين لفوق نطعج الركب ونطلع باليدين لفوق ننزل ونطلع أربعة ثلاثة ثنين وآخر مرة هلأ مندلنا تحت تعج الركب هنشتغل بس الإيدين جاهزين نطلع وننزل نطلع وننزل نطلع وننزل نطلع خلوا يكون عندنا بعد أربعة شوفوا إذا فيكم تتعج الركب شوي أكتر خلونا نعمل بعض مرتين وآخر مرة حزروا شو عنا هون هنخلي إيدينا هون ونعمل نبضات بس من الإجرين ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة مننزل شوي ونرجع ونعليق ونساكر طيب نشتغل هلأ شوي على عضلات التريسابس أو على عضلات الإيد يلي من ورا من هون نحن نجي بي وضعية تقريبا مثل اللونج مثلي اللي عملناها بالأول سنطعج الجسم لقدام من هون الإيدين سيطلعوا لورا سيقربوه لقدام شدين المعدين نحن تعجين الركبة الإدمانية نرجع لورا ولقدام لورا ولقدام خلونا نعمل أربعة ثلاثة ثنين وآخر مره هلأ هنعمل نبضات لفوق واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة تسعة عشرة نقربوه نقربوه العلب كأنه عمت زقفوه ورا ظهركن واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانة نسكر نرجع نقرب إجر ثاني سوا هنشتغل الإجر الثاني هلأ من هون نرجع نرجع الإجر كمان نطعج الجسم الفؤاني لقدام شوي كمان نعلي نرجع من وطن حاولوا خلوا كعب الإجر الورانيه أو الخلفانيه هي عالي عن الأرض وتعجر ركبين الإدمانيه قد ما بتقدروا كمان قربنا نخلص بعد عنا اثنان بعد عنا اخر مره منخلي الإيدين فوق هلأ كمان نبضات لفوق واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانه هلأ منخلي الإيدين فوق منزقف وراء ظهرنا واحد ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانه منرجع ننزل الإيدين نطعجر الكب ومنجلس لحن بلش نريح الجسم هلأ ونعمل شوي التمديدات للإجران فإذا من هون لحنوقف خلوني نقل الكرسي على هلمان لحن بلش مننقل الإجر لوراء أول ستريش عنا هين بدنا نجري بنحط إجرنا وراء بنحط الكعب على الأرض منرجع نطعج الركبة الإدمانية لقدام حاولوا تفشوا الكرسي أو إذا عندكم حيط بالبيت جربوا تفشوا هون شغلوا العضلات المعدة والقفة شوي حاولوا خدوا كم نفس عميئ حتى شوي شوي تريحوا عضلاتكم بنرجع من الأول للإجر الثاني كمان دايما عم نشغل المعدة عم نطوّل الجسم قد ما منقدر بنطعج الركبة الإدمانية كمان قد ما منطعج الركبة الإدمانية قد ما منحط بالستريش وراء وتمديد عضلات بطة الإجر كمان منرجع منجيب الإجرين سوا هلأ حنشتغل عتمديد الإجر من قدام بناخد الإجر لورا وهلأ كمان نطعج الركبة إدم بس هالمرة بس هالمرة كعب الإجر الورانية هو عالي عن الأرض و بنحاول ناخد إذا بدكن مسافة أكبر من التمرين الأولاني كمان الكرسة هون بساعدنا ما فيه بنبلش نحس إنه هيدا المنطقة من الجسم عم تبلش ترتاح كمان عم نطعج الركبة لقدام هلأ كمان شو هنعمل حال نطني الركبة و نطفش لنطلع لقدام بنبدل الإجرين كمان ناخد الإجر لورا نطعج الركبة لقدام نحاول كمان ناخد كم نفص عميق جربوا كل مرة تلكون عمّة نطعج الركبة شوي بصير يفتح المفصل طبع الحوض أكثر وأكثر شوي شوي كمان هالمرة ننزل نطعج الركبتين و نطفش لفوق هنبلش هلأ نشتغل على تمديد عضلة فخض من قدام ننزل نقرب الركب صوب بعضون بدنا بنشغل هون عضلة القفة و قد ما منقدر نجرب نقرب لإجر صوب القفة قد ما منقدر نقرب لإجر صوب القفة شوي شاي بنامبدل شوي شاي بنامبدل اوكي نرجع ونرخي هلا للتمديد اللي جاي فيكن تعملوا قاعدين على الكرسي نحو رجيكني على السريع ممكن نقعد على الكرسي إذا ترتاحوا أكتر وفيكن تلفوه اجر على الثانية بهذه الطريقة نرجع نفتح شوي متى كانوا تضغطوا الركبة على الناعم بطريقة كتير نعمة او فينا نجرب هيدا الطريقة يعني عندكم طريقتين هون او اذا بترتاحوا كمان فيكم تكونوا بالوسط الغرفة تهدوا على شيء بس كمان ذات الطريقة عما تتعجر ركبة نجرب قد ما فينا ننزل الحوض لتحت هيك كمان بيفتح عنا مفصل الحوض تمام لح نشتغل هلق على الميدة الثانية كمان دايما الكتسة حدنا حتى نقدر ناخد توازن المعدة دايما نشدودة هون دايما عم نطور الجسم قد ما نقدر شوي شوي نرجع نطلع هنشتغل هلق على تنديد عضلة الإيدين ناخد إيدنا قدام الجسم نرجع نكمشها من تحت ومنبلش نضم الإيد بصوب الصدر نعلي الجسم قد ما فينا نحن ناخد نفس هلق شوي شوي ننزل الكوع منعلي ونصحب الإيد لفوق وإذا باتكن في كونتميله على جنب شوي شوي ونرجع نشود الإيدين حنبدل تأكدوا أنه كل ما تكونوا عم تمددوا عضلات جسمكونا عم تاخدوا نفس خمية حتى العضلات تقدر ترتاح وترجع على طبيعتها بطريقة أسرع هلا نتمشي بقوع نعلي الإيد نتعجي الإيد ورانه نجلس الجسم هون نشغل المعدة ويمكن إذا بدنا نميل على جنوبه نرجع صوب الوسط هلا حاوليكم ها تمرين عن الجنوب بس أول شي لح نكمش أو نشبك صبيع الإيدين سوا نرجع من هون لح نتخيل أنه عم نطفش شي بعيد عن جسمنا بزيت الوقت عم نطفش في شي عم بيشدنا لورا من هون كمان نرجع من فتح الإيدين على جنوب كمان نرجع من نكمش الإيدين سوا نرجع من فتح آخر مرّا نرجع نفتح قربنا نخلص بس نعمل شوي تنددات للرقبة قبل ما نغادر وعاد نجرب ندقر الديني منجلس العمود الفقري ننزل على جنوب هون فيكن تخلو نظركن لقدام للأمام خلونا مشغلين المعدة شوي شوي فيكن تنقلو نظركن هلا الدقن بتنزل شوي شوي صوب الأرض نرجع شوي شوي على الوسط نرجع جسم محل مكان نعمل ميدة التانية انت مش تباين ننزل كمان هون عم نشتغل على تمديد الرقبة من هذه المنطقة ننزل نظرنا لتحت نرجع على الوسط شوي شوي من قول لفوق بدي اشكركم لأنه انضميتوا لقلي اليوم سوا جمعنا 30 دقيقة من التمارين ما تنسوا تحدي دوباي للقيقة البدنية عم يتحديكم لتقوموا بحركة رياضية لمدة 30 دقيقة باليوم لمدة 30 نهار وقبل ما اختم خلوني اذكركم انه اذا حابين شيركم مشواركم الرياضي ما تنسوا تعملوا تاج لا دوباي فتنس تشالنج وتستعملوا الهاشتاج دوباي تيرتي تيرتي واذا حبيتوا تمارين البار وحابين تتمرنوا معي ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام على زي بيلاتيس بار باي باي من التقى قريبا اشتركوا في القناة